اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الادوات المنزلية الحديثة فيديو النهاردة فيديو مميز جدا 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 هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدروا يتحصري على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة أشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو ولو أنت أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتبعي قناتي أتمنى أنك تنضمي لنا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله ولو الأدوات اللي في الفيديو دي عجبتك أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معنا بالفيديو ده وهنشوف ونتعرف مع بعض إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي وإزاي نقدر نستفيد منه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة أو مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها أداة بتساعدك إن انت تمسكي بيها الخضار وتقطعي بكل سهولة وطبعا بيجي متوفر معاها كذا شكل من أشكال التقطيع تقدر إن انت تثبتي الشكل اللي انت عاوزاه وبعد كده تبدأ تقطعي من خلالها الكوسة أو الجذر أو البطاطس أو الخيار أو أي حاجة انت عاوزيها طبعا بعد كده عندنا مجموعة من المنظمات الصغيرة للتلاجة اللي بتحتوي على مصفة تقدر إن انت تنظمي بيها الخضار الصغير أو الفكهة الصغيرة وتقدر إن انت تنظمي بيها الخضار المتقطع أو الفكهة المتقطعة وهي طبعا بتساعدك إن اكتصفي كل المياة اللي بتبقى موجودة في الفكهة أو الخضار ده هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا منظم لأكياس الكمامة طبعا تقدر إن انت تثبتيه عندك على الجدار أو على دلاب المطبخ أو في أي مكان انت عاوزاه وتستخدمي منه الأكياس دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي تقدر من خلالها تشيلي كل الوبر من على الهدوم أو الكنب بكل سهولة وطريقة تنظيفها سهلة جدا زي ما انت شايف كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك حوالي عشرة كيلو من الرز ده أو الدقيق والمنظم ده بيجي كده في جزء من فوق تقدر إن انت تحط فيه توم أو قرنفل بحيس إن الرز ده عندك ما يستوس وغير كده بيجي معاها أداة معيارية بتساعدك إن انت تعايري كمية الرز اللي انت محتاجاها وكمان تقدر من خلال الأداة المعيارية دي إن انت تستخدميها كمصفة برضو تخسليه وتصفي بيها كمية الرز اللي انت عيرتيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر إن انت تخسلي بيها الشربات أو الملابس الداخلية أو هدوم الأطفال أو مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المياه وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك إن انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها وأهم حاجة في الغسالة دي إنها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا قرفف تنظيم بتيجي بأحجام مختلفة تقدر إن انت تثبتيها على الجدارة عندك في الحمام بكل سهولة وتنظم عليها أدواتك زي الشامبوهات أو الكريمات أو العطور أو تقدر إن انت تثبتيها على جدار المطبخ وتنظم عليها الصصات أو التوابل أو أي حاجة انت عاوزة تنظميها عليها بعد كده هنشوف عندنا أداء لصنع الزلبية أو السنبوسة أو مختلف أنواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جداً وبتديكي أحجام متسوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها بعد كده هنشوف عندنا المنظم الدوار بيجي متقسم كده الخنات صغيرة تقدر إن انت تنظمي فيه الشربات أو الترح أو الملابس الداخلية وتقدر إن انت تثبتيها عندك في الدولاب بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر إن انت تنظمي فيها البناطيل أو التشيرتات أو مختلف أنواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعاً المنظمات دي بتساعدك إن الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدولاب بعد كده عندنا القطعة اللي تقدر إن انت تثبتيها على قرورة المية عندك وهي بتساعدك إنك تستخدمي المية من القرورة بكل سهولة ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر إن انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث إنها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر إن انت تصفي عليها المواعين أو الخضار أو الفكهة وهنا هنشوف مع بعض عندنا آلة سرعة غزل البنات واستخدمها بيبقى سهل جداً برضو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الروبيت الزكي وهو عبارة عن مكنسة كهربائية زكية بتساعدك إن هي تنظف لك كل الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة وغير كده إن هي تقدر تشيل وتنظف كل الأوساخ اللي بتبقى موجودة عندك على الأرضيات وتقدر إن انت تتحكمي فيها من خلال الموبايل بتاعك زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر إن انت تنظم فيه مختلف أنواع الزيوت أو السوسات وهو بياخد معاك تقريباً نص لتر من أي نوع زيت أو سوس عاوزة تنظمي به وهنا هنشوف مع بعض عندنا أداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممسحة تقدر إن انت تثبتي عليها أي فوتة موجودة عندك وبعد كده تقدري من خلالها إن انت تنظفي مختلف الأسطح والأرضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا الكاتل ده وهو بيبقى على شكل إبرئي الشاي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر إن انت تنظم بيها المكارونة أو الرزد أو مختلف أنواع البوكاليات وطريقة استخدامها سهلة جدا وطبعا تقدر إن انت تثبتيها على رخمت المطبخ أو في دلاب المطبخ وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي بيجي متوفر فيها جزء مخصص تقدر إن انت تدفيله سائل التنظيف وبعد كده هتقدري من خلالها تنظفي كل الموعين اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة من غير ما تجراحي إيديكي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدر إن انت تثبتيها على أي درج أو تقدر تثبتيها على أي طرف كرسي أو شباك وطبعا الشماعة دي تقدر إن انت تتعلق عليها خمس شماعات وغير كده الشماعة دي بتكون مناسبة جدا في أوقات السفر ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على كرتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا إزاي نقدر نستردم الأدوات دي وإزاي نقدر إن إحنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر إن انت تعرفي إيه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي إزاي تقدري تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر إن إتي تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده اقول لك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت يجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما ازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها هو عاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عامل الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت اسيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر